ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن ناقش آخر المسجدات في الشأن اليمني على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني ومسار عملية السلام في بلادنا وبحث اللواء العرادة مع السفير فاجن عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتقوية الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية وأحياء مسار عملية السلام في بلادنا بالإضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الداعمة لتلك الجهود للتوصل الاتفاق شامل ينهي الأزمة اليمنية ومعالجة آثارها الإنسانية وجدد العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج وخيار السلام الشامل والعادل كمبدأ وطني ثابت بما يلبي تطلعات اليمنيين وينهي معاناتهم الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربع الوطن لافتان لما قدمته القيادة السياسية من تنازلات جوهرية وتسهيلات كبيرة في سبيل إنجاح جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة على مدى السنوات الماضية ابتداء من مفاوضات الكويت ثم جنيف مرورا بمشاورات عمان وصولا إلى اتفاقيات السوك هلم وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة التزام أي مساعي إقليمية أو دولية بالمرجعيات الأساسية مؤكدا أن تلك المرجعيات هي مبادئ وثوابط وطنية تحظى بإجماع وطني واعتراف إقليمي ومشروعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي لا يمكن التنازل عنها أو القبول بالالتفاف عليها أو التفريط بها أو تجزئتها في أي مفاوضات تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في بلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر